موسيقى حبيبتي ديري بالك على ريلك يما ما وصيج وترى طاعة الزوج واجبة يما حاضر يا عفي على بنيتي يلا يما روح ارتاحي وأنا كلمت بعدين دير بالك على عمرك مع السلامة هيا يما هيا يما هيا يتسحب خافيك شي تعبان يما شوي يما شوي شوي حاصلنا فيني في الوانزة مسخن شوي ويما انت ما تدير بالك على صحتك والله شكلك ما تضايق من شيء إذا ما تضايق من شيء يما قولي أنا أمك أنا ما تضايقت من شيء يما أنا كلها مضايق ضايق من السؤال المهم يما قولي لي في أخبار في علوم في شيء جديد بهالبيت يحبك حق السوالف والعلوم طول عمرك تدور أخبار الناس يما انت بعد تعرفيني أنا أحب السوالف يعني نحي انت بآخر أخبارنا ايه عيل اخذ عندك جمانة اختك تب ترفع قضية على جميلة مرتبوك ها لا تشوفها يا يما لا تشوف اختك شلون ينت لما شافت جميلة داشة حفلة استقبال جنة ولابسها المجوهرات وهالجنطة الماركة وهالجوتي الماركة وهالنفنوف اللي ينن ومبين عليه غالي وماركة قالت هذول كلهم من فلوس أبوي وكيد باقتنا ومبينة وتبي صجي معاد حتى أنا احتريت منها احتريت منها ومن اللي لابستها وإحنا مشتطين كأشخين رايحين يلابسي لهدومها وأقراضها وجواتيها وجناطها ويه صار هالكبر يما انقص ويه تفشلت هي قاعدة تشيحط علينا والتفشخر وإحنا نتصدد والخشويه هنا جميلة مو ملاحظة نفسش لما تطلعين ما تقولين ولما تأخرين عن البيت ما في اتصال واحد منك على الأقل اتمنين عليك لا مو ملاحظة وانتي ما تلاحظين بتشاغلة نفسش فيني بالدخل وبالطلع ترى انتي ما انتي وصية علي مشكورة ما يخالف لا تزعلين مني وش يسوي أنا هالأيام لساني متبري مني اللي بداخلي على لساني وفاضحني وناشرة كل شي لا تزعلين هذا شي مو يديد عليك المهم ومتب ننتقل الفلا أي وقت يناسبكم اللي تابونا ما تابونا نروح نروح وبقولت شي ولا تاخذين شي من هني تدري ليش؟ لأن الفلا مأثثه بالكامل وهذا اللي يخوف الله يستر الله يستر دوا يما شلونتش؟ ألا يما خلطي جميلة ورايحة ما سألتها كيفها؟ وين ما تبي تروح تروح هاي اما شكلتش الأزعلانة منها مو مهم بوليلي ما تنروح لفلا الهديدة؟ الله لهالدرجة نستنسى على روحتش لفلا؟ بصراحة وايد 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 وأتمنى أن الحين بعد نروح انتي واحدة ما عندك حساس ما عندك حنين؟ حني؟ ما عندك ذكرى للبيت اللي نولدت فيه بين أمت وابوت كلش؟ ماكو حساس؟ انتي عديمة حساس؟ شفي لتضايقات أخي جمانة سمعيني زين لازم يكون عندنا دليل على الكلام اللي تقولينا على المرتبوت جميلة أكو أكثر من هذا الدليل اللي قيت لك يا كشختها والفلوس اللي تصرفها على ملابسها واكسسواراتها تشنها أميرة من وقت يبقي هالفلوس؟ مو قلت عندها مجوهرات ممكن تبيعها ممكن تكون داخل المشروع ممكن تكون عندها رصيد في البنك لا ما أعتقد بالقضايا المرفوعة ماكو شي اسمه ما أعتقد لازم يكون في دليل وبرهان علشان نقدر نتهم ونرفع قضية مساء الخير شدراك إنه أنا هني؟ شنو استاد نواف قالك؟ لا ما قلت شي هم اللي قالت لي؟ شفيت جرتبك دي؟ لا مو مرتبك ولا شي عصلا القضية تخصنا كلنا وكلنا بحلانة اللي باقيتها مرتبون مننا حين شلون؟ استاد نواف الله يخليك طمنني نقدر نرفع القضية ونكسبها ولا لا؟ قبل الله قدش كنت ناقش الموضوع مع جمانة لازم يكون عندنا دليل قوي عشان نرفع قضية ايه والله أنا قولت دي بعد عدل كلامك يا استاد بس تكفى ضبط ما تكفى مساء الخير أنا أعجي سؤال واحد للأستاذ المحامي فقط أصار على القضية مع السلام شنو هذا؟ شستالفة؟ قدش عرفها بالقضية اليوم حجينا فيها لا 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 قضيتها غير قضية مرور مرور؟ أنا قايل غشيمة هذي غشيمة ما تعرفت سوق يليت راحت فيها ايش تكرهوني المرة هذي؟ هالكثرة شرانية ومغربلتكم نعم؟ ايه تغربلنا؟ أصلا منه ايه؟ أنا اللي طرتها من البيت واخذنا منها كل شيء من ملابسها وأقراضها وللحم بعد ما شافت مني شيء سامحنا سامحنا استاذ نمرك ويوم ثاني قوم يلا نمرك ويوم ثاني استاذ يا مع سامح مع سامح سموها سامح راحوا الأعداء؟ هاد الكلمة اللي كانت ضايعة مني يبوني يرفعون عليش خضية طبع مو جديدة عليهم بايقتهم؟ ميش عينش بايقة منهم أنا؟ حلالهم يا أستاذ يا محامي أنا عايشها مع أبوهم تقريباً خمسة وعشرين سنة تجاة تبدت معاي من شب كتي ومن مهري مين وقف على ريولة؟ وما يبوني يكون عندي فلوس؟ والله كلامش معقول كم رصيدك في البنك؟ كتر فلوسك، انت فلوسك هالكثر على قلبك نعم فلووس، فلاوس المحامي، فلوس جدا فلوس الرئيس حياتف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة من زين عيل داونا حطا الميكوب ولوسا ما فنوف الحلو راويني مشيتش اللي انا احبها كات ووك كات ووك كات ووك ماذا؟ تخير الله هداك تدري لو دقيقتين زيادة مخلي المكتب بطع له هدا ليش معصب انت؟ شان الواحد تبي يهدوه معاشر عائلتكم؟ من زمان معاشرنا شلي يديد؟ وغارقار بمشاكلنا بعد يا حبيب المشاكل قبل تنحل بين اللطوف بين البيوت الحين كبرت السالفة صارت غضايا وأوراق يا جمال انا ندري انت ليش معصب اكيد صلك خبرنا الجماعة بيرفعون غضية نص واحتيال على خاطة جميلة وانا ياه شف جمال ارايح حق المحامي نواف المشكلة مو جدي المشكلة ان جابر اخي وياه ظاهره وقع يخطط لها مادرش اللي يدوره براسه تدري يا جمال اخطر واحد فيكم جابر؟ قولي ليش؟ ليش يا استاد شافي؟ لأنه معارف الشيبي يمشوا ويخب يابي اي شي يتعلق فيه اهم شي عنده لفلوس لو يدمر القريب قبل البعيد ومن يابل لنا هالبلاوي؟ واللي خلانا انت كافخوا يا بعض؟ الله يستر عد الخطر والصحة جيدة او ما ندري متى يغرر كلنا في الانتظار ما اعتقد بتخلص السالف على خير نتائجها كا يعني نعيشها الحين لا يستطيع ان اشترنا دعنا يفتر اليوم ويتحيىلك الساعة الثمان ونص انت اللي راحت عليك نومة وبعدين شفتك نايم واحبة تقعدك والاوامر وتقول تقعد بروحك ما عندك شغل اليوم عصفة عصفة مع السلامة اي شنو نابسة عباية وتحتها بجامع حسب لوامر تشري تمام رادي ان شاء الله صباح الخير حبيبتي يعطيتش العافية ممكن تاخذيلي موعد من الأستاذ مشعل اليوم تعبان ما يقدري تعبان البارح مم اوكي حبيبتي سلامتا مع السلامة شكرا LTG على هالمعلومة الحلوة مم في شوية قعوة بالدلة تقدرين تشربينها ما ا latte فاطله انا يعاني حيل اوكي كيف تdagل لا رحتش انا رايها عندي مشوار مهم عندي شغل او في شيء في غرفتي نسيتيبة باي باي اشتركوا في القناة 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 شور على حياتي بعد يورتي بليزا تحبي نروح كافتيريا أو أي مكان نقات فيه؟ الآن أنا بيعرف أنت شهل جرأة اللي عندك اللي تخليك الدق عليه وتيني ليل جامعة بعد إذا استببت للتحراج أنا أصف أنت محي لا ألا أنت الآن مطلعني من المحاضرة عشان تقولي هالكلمتين وتمشي؟ بعدين أنا بيعرف إيش سالفت هالعائلة اللي كلها من وراها المشاكل لا تطالعني تشري هذا مو كلامي هذا كلام أمي وأبوي وبعدين أنا مالي شغل أزمة وتعدي وسن زين ممكن تقولي شنو الكلام اللي تبي تقول لي؟ أبي تغدام لتش الزواج موافقة؟ متنزرك؟ موسيقى 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 عمنا موسيقى 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 على هالفعلة يالله تحركي راح حرجع البيت بعد نال ساعة الشوارع بس شوي زحمان وأنا بعتني طعمة بالجامعة إن شاء الله نصل إلى بعض حبيبي حدي مشتاقتلك راح تغدى معي صح؟ حبيبي إن شاء الله دي رباها لشنا تسوقين بسبب والله يا نواف أنا محتار مع هذه العيلة الحين مركزين على مرتبوهم جميلة يبون يرفعون غضية عليها يقولون باقتهم ودعوة حصر الورث وبعد اتهامنا على الجمال وشكهم فينا نسوا؟ هذه الغضية يبون نأجلونها مستعيلين على مقاضات مرتبوهم هذه المرة مظلومة ويام تصدق يا شافي أنا متعاطف مع هذه المرة كنت أشوفها تيهني وايد بس ما كنت أعرف نتيه على مكتبك كنت لما أشوفها أحس إنها ضايع تتصرف على نياتها حظها متأثر وبعد هذا الكلام شنا هو تسوي؟ ها شفيك يا شافي أنا محامي وتحكمنا الأدلة وإذا ثبت شيء عليها راح تأخذ جزاء حياك سليم؟ سليم هذي من راحة؟ توقيت هنا؟ هلو سير؟ هناك شخص في المنزل هناك شخص في المنزل ست ألف مبروك أخيراً بصير عندي أخو معرس عدو الله كلنا نتمنى هالشي أمك وأختك منو نعرفها؟ واسن واسن ما غيرها؟ شكراً 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 هذا أخوي جمال العود كان مسافر وتوراد وقلنا لك عنه أنت، 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 أنت مو، أنت مو كتب الجامعة؟ مو كتب الجامعة؟ شايبج لبيت، شايبج كنت في الجامعة ورديت وعزمت أخوي على الغداء وين المشكلة؟ المشكلة أني مأخذيت موعد من الأستاذ على ذلك وين رايح؟ متفقنا نتغدى مع بعض؟ مع السلامة المنزل المبارك، إن شاء الله الله يعطيكم خيراً ويكافيكم شراً ويكافينا شر الأعمال خالتي، كنت تقولين لهم السالفة؟ لنظري شوية شفيتين، لنخاف منهم مج ونظري لماذا تستساسرون؟ مونتش حق قاطع إذنك عندنا، أكلي؟ أوس، أنا بغيتك في موضوع مهم قولي، خيراً والله عاد، ما أدري إذا كان عندك الوقت مناسب والجو هادئ ورايق الوقت مناسب والجو هادئ ورايق، تفضلي ما أدري إذا تعرف أعرف، ولدي المرحوم زوجي صلاح، اللي اسمه جمال متقدم لخطبة ابنتكم وسن ما رأيتك؟ أين حاجتي؟ في الجامعة ايه، وطبعاً، مكالمات، واتصالات، وكلام بينكم لو سمحتي، عيب الحشي هذا تقولينه حق بنتك، عيب هذا أنت قلتها، بنتي، مو بنتك، لو سمحتي، ما تدخلين في هذه المواضيع لماذا؟ أنت لما كنت تحبين أوس، ما تزوجتي ويبتي هالقمر الحلوة هذي وسط؟ يما، خالطي، أمي وأبوي تزوجه عن حب من الآخر، هذا الولد مرفوض مني ومن أبوتش، ويا ويلج، لو يبتي طاريه مرة ثانية، انتي أو غيرتش، مفهوم؟ سوراة عيب، أتلع سوراة عيب، وجهت مفهوم؟ ما يمكن استفادات عيب؟ عيب، عيب، بعيداً، من المتطلقين المتطلقينة عيب، جهاز مُرطة عيب، يحض أعطان عيب،، اليس والدعب في الجام الأشحي موضوع العيب، عندما نتقلقين على وجه ويب أردى حبيبي مش هاد ذمتك عاجبك اللي اليوم سويته بأخوي والله عاد الذم مو ذنبي أنا الغلط كله منتش انتي منتش انتي انتي إيه انتي انتي وأخوتي لاش محد فيكم قال لي انه يعني حبيبي يعني مو معقولة حتى اهلي بيأخذوا مو عشان يشوفوني ترى عمرها ما صارت ترى احنا مبشركة انا ماحب الحجي تزايد ماحب اللغوة قرقر 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 انا مزاجي الحين اوكي ما بيتعكر سمعي هذا انا 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 وهذا طبعي عاجبك اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا مو عاجبك اطلق راسيش بالطوفة موتين انتي واحلتش الحين عشان تغيروني بعدين يلا قومواي قومواي عادل مكيادوش ابي ابي لا معا لا معا فوق العين ابي لا معا سيدي لا معا يلا 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 موسيقى موسيقى القمر ليش محتجب عني ومختفي؟ ها؟ عجبتش الفلا؟ عجبتش الأسان؟ إذا ما عجبت مستعدة غيره لك في الحال ما تحقق الحلم مرت سنين وسنين وما يبدأ عياله شي دنبي يا صلاح قولي ماكو أمل ماكو عياله لا تفكري بهالموضوع ما اللي قال يقعي؟ ما اللي قال يقعي؟ ما اللي قال يقعي؟ ما وراهم إلا الدوغة ابجة نهار ليلك اللي يبجونه بس يبا من يرهاهم من يقوم فيهم المهمة أنه إحنا نقوم بعضنا بحضانويات خلينا نعيش رويات مثل كناري مثل بلابل أين الله يفرجها؟ وفرجها رب العالمين عليك بثنتين حرمتين ما أعتقد أكو أكبر من هالإنفراج يا صلاح خالتي جميلة بغيت أجف موضوع بس أنت من شوي منو كنت تتحاجين عادي حبيب تتحاجي نفسي الواحد اللي كبر يسولف مع روحه لأنه ما يلقى حد يسمعه عموماً بالي اشتابين اشتابين؟ ولوني أنا عارفة موضوعك أنا بصراحة ما أدري شنو الموقف اللي مخذينا أمي وابوي من جمال مع أنها ريال طيب وما لها بالمواضع اللي قاعدة تصير أدري إن أخوش ريال وطيب وحبوك بس ما أدري أهلك ليش ما يبونه تابين تعرفين تلقين الإجابة عندهم؟ روح تسئليهم مصجج خالتي؟ أصلاً أنا أخاف وأمي محذرتني ما أيب زيرت أي حد من عيال براسين على لساني عشان جذي خالتي كنت أنت تروحين تكلمينهم وتسألينهم وتقنعينهم يعني تقنعين أمي وابوي أمو شوووش هالأيام تغيروا علي ما عادوا مثل الأول وإذا تكلمنا كلامنا ما يتعدى كلمتين أو ثلاث ليش؟ إش صاير بينكم؟ ما أدري إيه بس أنا وجمال أي هذي السال فهني إنتي وجمال تحبينا؟ تحبينا؟ والله يا حبيبتي يا وسن أنا هالأيام يعني قاعدة أفكر أني أنا أترك لكم الفلا وإني أعيش برا في شقة الفلا كلها لكم وبروحكم عليكم بالعافية هذه فرصة علشان نفتح موضوعك لهم uah أوك قلتي لي أني أنت تحبين الريال؟ أه لا تحبين الريال؟ ايه احبه وخاش ريال يبيني على السنة الله ورسوله وانا احبه ليش رافضينا اهلي ليش رافضينا اهلي ليش رافضينا خالتي جميلة خالتي ها موافقين ابلغهم اكلم منه انا اردوا علي والله يما انا ما ادريش اقولك بس اه انا منعين انك تزوج احسن واحلى عروس يعني بالدنيا كلها بس يما يعني بحث تو الناس خلنا صبر شوي ويعني انت لو انك مصر خل نشوف لك واحدة ثانية ليش انت حاط عينش على واحدة وتبينها حقي لا يما انا ما اقصد ااااااااااااااااااا امك تقصد ان اي واحدة غير هذا Evan هاده من لربنتي لن نصوب مرتبوك وناسها يعني باختصار احنا ما نحبهم ولا نواطنهم شوية 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 عالخوط شفيش انت هكلا انت هكلا لحول الله اي من منتشبنية يوم ما شفيش ما لا داع لنف وندور خلاص نختصر الطريج يعني ما لا داعي كل هالدوخة دوخة؟ موضوع انا صار دوخة لين مشكرين يا هالي لا يوم ما انطر انطر شفيك لا 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 اقعد اقعد شفيك تراقي ما تتحمل الحشي يوم احنا نقصد يعني الناس هذي احنا يعني لهم من مواخد او احنا من مواخد او انطر شوي احنا نبي مصلحتك تابون مصلحت او لا تابون كل شيء على هواكم وزاجكم على العموم اذا تابوني اهدلكم البيت انا طالع جمال يعني احنا دواجهات اهدلكم البيت كن جمال احنا اتقاغك اذا اروح لا تصرخي علي حسبي الله على ابليس وهلا سمعيني احنا كلنا برا حتى انا برا وي اغراضي كلنا برا بس جمال اولي داخل البيت ما يطلع والدي شذي واي يا سيد جمال واي مش هال هالعقد هذا واي ضيج صج بنتفقر الحين العقد صار واي ضيج بتنو تعرفين العقد هذا اللي انت لابست العقد هذا هذا العقد هذا ابتشين قلبك يوقف واي اسم الله علي ما بي اعرف خلي الاسعار عندك تبيع وتشتري على كيفك صادقين عاد انا عندي قناعة اي شي في الدنيا لا 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 مو اي شي مو اي شي اي واحد في الدنيا لا سعر وتقدرين تشترينا بس يا مشعل ملك لي يرضى على نفسي يكون سلعة اي شي اللي ابتسامة الصفرة عجيب اعتاري اللي ابتسامات بالنسبة ليش لها الوان وانا ما ادري ابتسامتي طلعت صفرة اي زين والله زين زين والله صفرة صفرة زين بعد زين بس ما جاوبني خاف ارد عليك وجوابي ما يعجبك كلش ما يعجبك كلش كلش ما يعجبك عادي بس المهم اني افهم ما سألتي نفسك اه ليش اهل تزوجوني اياتك وهم ما يعرفوني ولا تسألوا عني ليش شديد زواج صار بسرعة 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 شي قطوش علي ليش 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 هم لان اخوي جابر شافك خوش ريال وعندك الصفات لا 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 تقولين شافوا فيني مواصفات الزوج المثالي قولي شافوا انه جيبي مخالي هذي نوعيتج انتي 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 وخوش وهلج كلكم جدي خالتي جميلة خالتي 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 انتي ما تخافين امتي تشوفك اشتابين امي وابوي بنقاش حاد مفاضين لي هم وانتي طبعا قاعدت تسمعين صح؟ هالمرة غير لان صوتهم واصل لنا بكل التفاصيل ايه؟ امي وابوي انه امي وابوي رافضين رافض تام زواجي من جمال واللي ما فهمتي انه اللي متى جميلة بتسيرنا على كيفها مره ابوي خايف مره امي خايفة وجميلة ورطتنا معاها وجميلة الحجي معاها مايفيد خالتي تيب شنو بسيره امي وابوي شنو شنو قمي 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 طلعي برا طلعي برا خالتي اذا انت تسيرين امي وابوي ليش ما تسيرينهم بموضوع جمال برا جمال خالتي جمال شت برا شت برا ايش قاعدة ححد وياي اثني نومة واللي ما إيلا نومي قاعد عالدره يتي بيش بيش مثل اليحال بتسمعين بتشتش منو بتسمعينها منو 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 ما بي أسمع أحد وأسفة إذا صادق قاعدك من النوم ليش قاعدت أبجي بالصائقة أسفة نسيت استعذن منك تسمعي أنا صاعد فوق خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق ما لقيت الجدامي بالغرفة ما تلومي لأروحك